السلام عليكم بنات كديري لبسعيكم بخير هنين كراكم زيادين نتمنى اكم قاعدكم باخر وعلى خير فان ما كنسوا انتوا مكتشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم اجتبت نشارك معكم واحد الاوكلة اوكلة سريعة وبسيطة وبمقادر جد يعني بسيطة اوكلة اكتر من رائعة كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم اوكلة ديال الباقيت او الكومير كل هوا بش كيسميه صار حركة جرائعة كيف قلت لكم بالنسبة للباقيت لا تبقى لكم يعني الباقيت البيت يعني بقى لكم الصباح واللي جبتوه الصباح وبقى لكم العشية يمكن لكم تحضروا الاوكلة هادي يعني القوتي كيف غدي ندير معاكم انا ان شاء الله غدي نحضرها القوتي ويلا هوا معايا دفا باش تكتشفوا المقادير وطريقة تحضير كيف كتشوفوا هنا يا عندي واحد جوج باقيطات صراحة راها سبقى ولي من الفطار يعني جبته وبقى وراها رطاب كي قلت لكم ما كيبقاش فاش يعني كنكون جبنه جديد كيرطاب ما كيبقاش فاش يالله كيكون جديد مهم سبقى وليج باقيطات وقلت علاش اللى يعني نشرك معاكم هاد الوكلابه صراحة دائمى كنديرها وعلاش اللى يعني نشركها معاكم وكانت سمنى انه تنال الاعجاب ديه لكم صراحة راكتج رائعة مهم دا باج عندي واحد السكين واحد القطعة صفي غقد انقطع لهاد الباقيط اللي عندي قطع دوائر كيف كتشوفو وفي نفس الحجم يعني مغلاض مرقاق وكي قلت لكم صراحة الباقية راح عندي يرطب وانتم ما تشوفو يعني فت الحجم هذا كنقطع الباقية اللي عندي صف واحد الشبكة هكا كنقطع وكندير فيها اللي كي شوفت القناة وفي المرة يشترك فيها ويشغل جرس باش يوصلكوا لجديد وما تنسونيش كيف كنقول لكم دائما لكي يعجبوكم الفيديوية ديالي بارتجوا مع الاهل والاستيقاء ديالكم فضلا وليس امرا وتشجي عد ديالكم كيف دائما كنقول لكم يعني تشجي عد ديالكم بلايك وتعرفكم الزوينة وكنتمنى دائما نكون على حسن طن بتاعكم مهم دابا بعد ما انتهيت من تقطع ديال الباقية وضعتو في حد الشبكة كي يقول لكم قطعتو دوائر شنو غادي نحتاج فيه دابا عندي هنا وحد نص نص يطرافون ديال الحليب عندي هنا فلفل اسود او لبزار وهنا عندي الملح مقادر بساطين صالحة يعني متوفرين في كل منزل صافي هنا عندي واحد الاناء ثاني فن غادي نخلط وغادي نجيب واحد السكين غادي نحل به الحليب اللي عندي تقنص يطرا وغادي نوضعه في الاناء وغادي ندير عليه الملح وغادي نزيد عليه فلفل اسود او لبزار حتي وحد رشة هكا صافي وغادي نخلط دابا وحد الملعاقة او فورشت اللي كان عندكم وهنا غادي نخلط مزيان بحلها بطريقة هذي غادي نخلط بحلها كده وصافي وغادي نجيب الباقيت ديالي من بعد من بعد مقطعته وغادي نوضعه في تلك الحليب والملح وليتزار اللي حضرت وغادي نكون كيقول لكم وجده واحد الاناء واحد اللاطة ديال الفرن فان غادي نديرو صافي وغادي نفزق الباقيت ديالي كله بنص طريقة غادي نوضعه في الحليب وانفزقه ونوضعه في تلك اللاطة اللي عندي غادي نوضعه باش ندخله الفرن ان شاء الله كيقول لكم رافي الساعة كتتحضر يعني القوتي فرم شاتعين خمسة دقيقة كتكون وجدة ودبا بعد ما انتهيت من الباقيت راني في الزيت وكله في الحليب وضعته في اللاطة هادي صافي بحال هاك داك يقول لكم هنا كيف كتشوفون عندي البيض عندي واحد خمسة ديال الحبات ديال البيض غادي نوضعهم في زلافة هادي ان غادي نخلطهم عند كلكم بضيفه فقط لس ديال الحبات ديال الحبات ديال الحبات صراحة يعني باش يجي لي الباقيت كله غابي بالبيض صراحة كيجي رائع وصاف بواحد فرشيت غادي نخلط البيض اللي عندي كله وغادي نوضعه من الفوق من الباقيت غادي نجيب اللاطة ديالي وغادي نوزعه من الفوق بحال كده كيف كتشوفون عايا على اللاطة كلها وصراحة اا آآ فش كتكونوا كتاكلوا هدى الأكلت هادي كتقولوا بحل ما ما كيجيكمش الماضق ديال اللي باقيت انكم ديرين في هالباقيت صراحة الماضق ديالكيجي رائع كنت سمنى ان هدنا الاشياب ديالكم ومن بعد ما وضعت البيض عندي هنا الفروماج غضي نوضع اللي اسبق اللي حكيته مرقيق كيف كتشوفه سوفي غضي نوضعه من الفوق غضي نوزع اللاطة كلها على الباقيت اللي عندي يمكن لكم ما تديروش يعني الفرماج يمكن لكم تخليه فقط بالبيض يعني والباقيت فقط اه مهم ما نحبيت انني نزيد عليها فرماج سوف هذي نوزعه كي يجد لكم على الباقيت كله بالطريقة هذي وهذه ندخل الفرن بالنسبة للفرن يعني ما كياخذنش وحد اه مدة طويلة يعني في الساعة كي كيكون صافي يعني واجد فقط يعني كي تبتك البيض وكي تبه الفرماج وصافي كي يكون الاكلة دينا هاي واجدة هاي بعد ما خرجتها الفرن قطعت عليها وحكي قليل من المعنفس يعني تزيين فقط وكي قد لكم كان سمنى انها تنال اعجاب ديركم هذي الاكلة هذي وصراحة تجي رائعة يعني المادق دياله رائح كي قد لكم كي تحضروا هالفطور او القوتي في العشية يعني دائما صراحة كنجيبو الباقيض وكي يبقى لنا يعني كي بقى لنا كي يبرد وعلاش الله يعني كنستغلوه هاد الاكلة عادي وكنولوه يعني نستعملوه من جديد وهاد سنوه كيف كتشوفو نقطع معاكم نقلع معاكم هاد تريف هاد كيف كي يجي كي جرائع كيف كتشوفو وهذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم كيف كنقول لكم دائما ما تنسوني شمالي ببارتاج والاشتراك في القناة وتشجيع ديالكم ديالي لايك ودعبا غادي نقول لكم السلام عليكم انتظروني الفيديو جديد كيف العادة ان شاء الله اشتركوا في القناة